السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنوصل في مادة الميكانيكا الهندسية. هنشرح اليوم الشبط الرقم 10. طيب هنشرح المسألة رقم 1. المعطيات من تحت المسألة. هنقول ان البلوك اي اللي هو 150 كيلو. والبلوك بي يعني فيه كيبل يربط ما بين الاثنين. يعني هنشرح مسافة 4 متر. المسافة المقطوعة 4 متر اللي هو البلوك اي. نفس الشيء هينزل البلوك بي. نفس المسافة اللي هي 4 متر. طبعا هنا هينطلق فيلوسيتي في وان. هيوصل هنا فيلوسيتي في تو. الفلوسيتي في تو هي 9 متر ثانية. عاوزين نعرف كم تساوي الفلوسيتي في وان. طبعا هنا معامل الاحتكاك مع السطح هذا. هيكون يعني ميوكاي اللي هو 0.3. انا عاوزين نستعمل البرنسب 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 الوف انرجي. نرجي علشان نجيب ما بين البلوك اي والبلوك بي. علشان نعرف السرعة اللي حينطلق بها البلوك اي. طيب هنطبق القانون هذا اللي هو متعت البرنسب الوف وورك انرجي على على البلوك اي. اول نعرف قيمتها كم. الفلوسيتي في تو اللي هي اثنين متر ثانية. المسافة المقطوعة اربعة متر. طبعا القوة الموجودة اللي هي دابلو اي اللي هي الماس ام اي في جي. اه قوة الشد اللي هي الاف سي بتاعت الكابل. قوة الاحتكاك اللي هي الاف اي والنورمال اللي هي اناي. اول شي حنجيب قيمة دابلو اي. دابلو اي اللي هي الام اي في الجي. الام اي اللي هي مية وخمسين كيلو جرام. احنا اضربها في الجي اللي هي تسعة فاصل ثمانية واحد. بتكون النتيجة بتاعت الدابلو اي اللي هي الف واربعمية وواحد وسبعين فاصلة خمسة انيوتن. بالنسبة القوة الاحتكاك اللي هي الاف اي طبعا هي معامل الاحتكاك اللي هو ميو كاي في النورمال ان اي. النورمال ان لو ناخد مثلا هنا بالحالة هذه. لو ناخد مثلا السيجما اف واي يساوي سفر. يعني هنحصل انه القيمة متعت الدابلو اي هي نفسها الان اي. هنقدر نقول انه الاف اي تساوي الميو كاي في الدابلو اي هي تساوي سفر فاصل ثلاثة في الالف واربعمية واحد وسبعين فاصل خمسة النتيجة بتكون اربعمية وواحد واربعين فاصلة خمسة واربعين انيوتن. هذه هي الاف اي. الحين احنا نستعمل البرانسيبل امتعت الورك. البرانسيبل هذا يعني امتعت الانرجي بيقول انه الورك اللي هو من الحالة الاولى لحالة الثانية يساوي الكيني تي كينيرجي تي تو ناقز اي تي وان. طيب عن الورك هيكون يعني امتعت القوة الموجودة على محور القوة اللي هي الاف سي والاف اي. بالنسبة الاف سي نفس الاتجاه مع بتاعة الحركة يعني حتكون الاف سي في المسافة المقطوعة اللي هي اربعة متر. ناقز القوة الثانية اللي هي الاف اي اللي هي ارواعمية وواحد واربعين. هنا ناقز ليش? لانه عكس الحركة. الاتجاه هيكون عكس الحركة. هنضربه في اربعة اللي هي يعني المسافة المقطوعة. تساوي الكيني تي كينيرجي هي نص نص الماس نص مائة وخمسين في الفيلوسيتي اللي هي لفي تو. تيتو يعني البيلوسيتي في تو اللي هي تسعة detسعة يعني متر rear second. ناقز نص الام اللي هي مائة وخمسين في الفيلوسيتي في واي اللي هي الفيلوسيتي في اسكوائر. يعني هذي هي المعادلة رقم واحد. هنصميها هذي معادلة رقم واحد. المجهولين للأف سي والفي هذه معادلة رقم واحد. الحين هنسوي نفس الشيء لكن على البلوك بي. طبعا البلوك بي حيتحرك بنفس السرعة الفيلوشيتي في وان اللي هي بي اللي هي مجهولة. هيوصل على نفس السرعة في تولي هي طبعا نفس المقطوعة ربعة متر. طبعا القوى الموجودة بالنسبة الفري بودي الدياقرام منتعة البلوك بي اللي هي يعني القوى WB. وقوة الشد اللي هي نفسها الاف سي. خلينا نجيب WB اللي هي تساوي الماس بتاعت البي في الجي. الماس بتاعت البي اللي هي ربعمية وخمسين. هنضربها في الجي تسعة ثمانية واحد. يعني بتكون النتيجة ربعلاف واربعمية اربع واربعلاف واربعمية واربعتاشر فاصل خمسة نيوتن. هنستعمل البرانسيبل اوف ووركان نرجي. يعني حيكون القانون هذا الورك من الحالة الاولى الحالة الثانية حيكون تي تو ناقص اتي وان. بالنسبة للورك متعة القوة اللي هي الدابليو. يعني حيكون نفس الاتجاه يعني حتكون اربعلاف واربعمية واربعمية واربعتاشر فاصل خمسة هنضربها في الاربع المسافة المقطوعة. ناقص الاف سي ليش? لان الاف سي اللي بتجاه متاحها عكس الحركة اللي انها الحركة نازلة تحت بتكون الاف سي في الاربع متر. تساوي كم؟ تساوي نص الام اللي هي اربعمية وخمسين في الفي سكوير اللي هي تسعة قوة اثنين اللي هي الفي تو. ناقص نص الام اللي هي اربعمية وخمسين في الفي لوسيتي في يعني في سكوير. هذه هي المعادلة يعني المعادلة رقم اثنين. طبعا اذا كان ناخذ المعادلة رقم واحد اللي شفناها منذ حين. يعني ونطرح منها المعادلة رقم اثنين. بنتحصل على طول. لانو اسبع عندي الاف سي والفي هم مجهولين. المجهول اللي انا عاوز اقول هي الفي لوسيتي في على طول الفي لوسيتي في تسوي خمسة فاصل تسعة وعشرين متر بار سكند. هذي قيمة الفي لوسيتي اللي هيوصل. هينطلق بها البلوك اي. اللي هو نفسه. هينطلق بها البلوك بي. هذا هو يعني البروبلم رقم واحد. نمر للحين البروبلم رقم اثنين. البروبلم هذا يعني عنا عربتين على يعني على السكة الحديدية. العربة هذي رقم واحد وهذه رقم اثنين. طبعا هنا في قوة شد ما بين العربتين اللي هي تنشين تي. هنا في زاوية تنحنا بتع قوة شد اللي هي عشرين درجة. طبعا هذي الدب اللي بتاعه هي الماس في جي. هنا حيكون في تسارع اللي هو الماس يعني في التسارع. في قوة احتكاك عكس الحركة. يعني الحركة حتكون في الاتجاه. هذا فيه النورمال. النورمال الآن. طبعا هذا اتجاه المحور اكس والمحور واي. السرعة حتنطلق بها العربة حتكون فيروسيتي في زورو. يعني عاوزين معامل احتكاك. الاحتكاك هو معلوم سفر ثلاثة. من خلال يعني المعطيات هذه. عاوزين نعرف الطايم. علشان توصل السرعة بتاعة العربة هذه. اثنين في السرعة البداية. هذا هو. حسب المعطيات يعطينا الفري بودي الديا جرام اللي هو هذا. يعطينا الماس متعة العربة هذه. اللي هي ام. اللي هي الفين كيلو جرام. يعطينا الجي. الفلوسيتي في زيرو. البوزوشن ايكز زيرو اللي هي زيرو طبعا. والقيمة منتاع قوة الشد اللي هي تي اللي هي سبعمائة نيوتون. معامل احتكاك اللي هو سفر فاصل ثلاثة. هذي كلها المعطيات اللازمة بالنسبة للتمارين هذا. يعني اول شي لازم نجيب يعني من خلال الفري بودي الديا جرام هذا. هنجيب يعني القيمة ممتعة الطايم اللي لازمة علشان توصل السرعة اثنين في في زيرو. يعني الفلوسيتي. اول شي هنستعمل قانون السيجما ام او السيجما اف. سيجما اف تساوي ام اي. طبعا هنستعمل المحور اكس. دياركشن على المحور اكس. بالنسبة للمحور اكس. يعني احنا نشتغل هذا هو الاتجاه متاع المحور اكس. يعني هو عنا عن القوة اف اللي هي ميو كي في النورمال. ان مينس لان عكس المحور اكس. هذا المتجاه متاع المحور اكس. هذه اف عكسها. عشان كده مينس. مينس تي او يعني تي كوسين عشرين. ليش مينس؟ لان تي لما نزلها هتكون هنا بالكوسين. عكس المحور اكس هتكون بالمينس. هذه هي القوة على المحور. يعني اكس تساوي الماس في التسارع. اي هذه المعادلة رقم واحد. لو ناخذ على المحور واي. بالنسبة للمحور واي. هننزل النورمال. موجبة. يعني بتكون ام. ناقص الماس في جي. لانها عكس المحور واي. بلاس تي ساين عشرين. لان تي لو نزلها على المحور هذا. بتكون هاتي تي ساين عشرين. درسة. هاتي كلها يساوي سفر ليش? لانه ما فيش حركة على المحور واي. الحركة الوحيدة اللي هي على المحور اكس. علشان كده شايفين ام اي على المحور. اكس ما فيش تسارع على المحور واي. هاتي المعادلة رقم اثنين. خلال المعادلة رقم اثنين. نقدر نجيب النورمال ان. ان تساوي الماس في الجي. ناقص تي ساين عشرين. طبعا كلها معطيات عنا. عنا الماس وعنا الجي. على طول بنعوذها. بنحصل انه الان تساوي تساعت عشرين لف ثلاثمائة وثمانين فاصلة ثمانية وخمسين انيوتن. هذي قيمة النورمال ان. بالنسبة المعادلة الاولى خلال المعادلة الاولى نقدر نجيب التسارع. اللي هو الاي يساوي طبعا لميو كاي اللي هو معطى. النورمال ان هذي احنا استعمل الان هذي. ناقص دي كوساين عشرين. طبعا هذي ناقص على طول بنعوذها اللي انا كلها معطيات عنا. بنعوذها بنحصل انه التسارع سيبا اثنين فاصل سبا وخمسين متر بار سكند سكوار يعني اصبحت الاي عنها والنورمال عنها. طيب هو بيقول انه قط اكس زيرو عن الفيلوشيتي تساوي ميتين متر بار سكند. طيب في الفاينال يعني في الفيلوشيتي فاينال تساوي اثنين في زيرو. اللي هي تساوي يعني اثنين ميتين متر بار سكند سكوار. طيب الفيلوشيتي في اف تساوي في زيرو لاس اي تي. يعني على طول بنحوذها عنا الاي وعنا الفيلوشيتي في زيرو. وعنا الفاينال الفيلوشيتي فاينال. على طول نقدر نستنتج الطايم تي يساوي ثمانية وثلاثين فاصل تسعة واحد سكند. يعني هذا هو السؤال الاول. بالنسبة للسؤال الثاني. خلال السؤال الثاني نعرف المسافة المقطوعة في زمن هذا السؤال الثاني المسافة المقطوعة نعرف ان الاكس تساوي yük الزيرو لأس. في زيرو تي بلاس نص الاي تي سكوار يعني عندنا الزمن هذا نحوذه في المعادلة هذه على طول نجد نجيب الاكس التزشف بعد الزمن هًذا يعني البيس haven't المسافة المقطوعة من عربة هذه تسوي 5836.47 متر يعني هذه هي المسافة المقطوعة بعد الزمن هذا طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في محاضرة قدمة والسلام عليكم والحمد لله